المستمع صاد عين نون من مكة المكرمة بعث برسالة يقول أرجو أن تتكرموا بعرض رسالتي هذه على سماحة شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بنباز منذ سنتين ونصف ابتليت بالوساوس والهواجس والخواطر التي بعضها لا أستطيع دفعها وأصابني معها شيء من الخوف والقلق والاضطراب حتى استولت علي هذه الخواطر والوساوس وأنا خائف منها خوفا شديدا حيث أخاف أن تضرني في ديني لأن بعضها في عقيدتي وإذا سألت بعض أهل العلم يقول لي الوسوسة من الإيمان وإلى الآن لم تزل عني هذه الوساوس والخواطر وأحيانا يصيبني بعض القنوط بسبب كثرة الوساوس فأرجو من سماحتكم توجيه إلى النجاة من تلك البلية وبيان الوسوسة التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الإيمان جزاكم الله خيرا أصل وساوس من الشيطان هو الذي يملي على الإنسان ما يضره ويشبش عليه دينه وقلبه كما قال الله جل وعلا قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس يشدل وسواس الخناس فهو وسواس عند الغفلة وخناس عند الذكر يتصغر ويخدس عند ذكر الله عز وجل فعليك يا أخي أن تكتب من ذكر الله وقراءة القرآن وتعود بالله من الشيطان الرجيم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال الله عن الصحابة رسول الله إن أحدنا لا يجد ما لا أي خر من السماء أحبه لا ينطق به يعني يجد من وسوسة أشياء يفضل أي خر من السماء ولا ينطق بها لشدتها فقال ذاك فريح الإيمان المعنى أن الشيطان لما يئس منهم أتاهم بوساوسة سديدة خطيرة في دينهم وعقيدتهم لا يحر من السماء أبون عليه من ينطق بها فهذا من كيف الخبيث فصريح الإيمان من جهة ما في قلب المؤمن من كراهتها وإنكارها والحذر منها هذا صريح الإيمان ليست لبسوسة من صريح الإيمان بل وبل كراهتها وخوع منها والحذر منها كون المؤمن لا يخر من السماء أسهلوا عليهم أن ينطق بها هذا صرف لما في قلوبهم يعني أن قلوبهم أنكرت فيك الوساوس ورأت أن سقوط من السماء أهول من النطر بها كأن يقول له إن الله غير موجود أو إن الله لا يجوز أن يدعى أو لا بأس أن يشطط ماءه وغيره في الدعاء والعبادة أو يقول كما جاء في الحال إلى الله وخلق إليه شمال خلق الله وأشبه هذه الوساوس المتعلقة بوجود الله وإستقاقه العبادة وأنه خلاق العليم أو متعلقة بالجنة والنار فيوسس أنه لا جنة وليس هناك نار ولا باءة ولا نشور كل هذا من وساوس يعني أدو الله وإن كاروا هذه الوساوس من صليح الإيمان كارواها واعتقاد بطلانها هذا من صليح الإيمان فالمؤمن أرسده النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مثل هذا أن يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان ورسله هكذا أمر الصحابة قال الله إذا وجدتم ذلك فقلوا آمنت بالله فليقولنا أحدكم آمنت بالله ورسله وليتأود بالله ولينتهي هذا هو الدواء لهذه الوساوس الخبيثة إذا رأى المؤمن يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي في حاجته يستفد في حاجته ولا يركن إليها ولا يتفت إليها أما المساة الأخرى في صلاته ويوروءه فليأرى من الشيطان يجب أن لا يتفت إليها يجب أن يحنرها ويتوضى لا يعد الوضو ويصلى لا يعد الصلاة سوي الوساوس لا بل يعتقى أن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح ولا يتفت إلى وساوس عدو الله فإنه حريص على استاد أعمال بني آدم وتشويس قلوبهم وإحراجهم فلواجب الحذر منه بالتعود بالله من الشيطان الرجيم والله في الصلاة إذا وستسأل لك في الصلاة وكفر عليك وساوس تقول أعوذ بالله تنفذ تنفذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس فأنت يا أخي ذاتنا كثرة عليك في صلاتك أو بوروك تتفل عيسها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا والله يعيدك من سبحانه وتعالى وهكذا في جميع الأمور تتعوذ الله من الشيطان الرجيم وتكر من ذلك الله وتقول آمنت بالله ورسله إذا كان في العقيدة آمنت بالله ورسله وبهذا تسلم العدو الله ويضطر أكيده كما فعله الصحابة بإشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الله كيده عنهم وعافاهم من هذه وساوسة نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم